رولا قديش تجربة الكتابة المسرحية كمان عم ترويلك عطشك كممثلة كتير كتير بمبسط في حالة خاصة بحد زيتها لانه مش عم بكتب لحدة ولا لقلي ولا لحدة اكيد يعني عم بكتب الفكرة انه بدي اشتغل هالمسرحية انا بس انه ما بفكر مين بده او شو لازم ينعمل او كيف بده يضب هايدي لا بكتب الفكرة يلي عبالي اكتبها وهيدي المسرحية حلوة قصتها لانه من بعد حبيبي مش قسمية كت عم بحضر عمل مسرحة بتتلاقى فيه ست مرح قول اسمها لانه مش سائلتها اذا فيه وقالتلي انا زعلاني منك كتير لانه بحبيبي مش قسمين عطيتي نظرة انه لا التبنى مش منيح قلتلي لا لا مش مظبوط انا قلت انه عيدة عيدة قالت انا ما بدي اتبنى بدي ولد مني ومنك بس يعني فيه ناس هيك بيفكروا قالت لقي بفهم انا هالشي لانه انا متبنية وهالشي جرحني هيك خلقت فكرة المسرحية اه هيك بلشت ايه صرت فكر انه اف لا لازم نطرح هيدة الموضوع طبعا وموضوع تاني فهيك بلشت فكرة المسرحية وعنوان المسرحية لك انا ما بحب الاشياء اللي بتوتر والتقيلة ولايدة وهي الغنية بالذات بتحكي تقريبا عن مسرحيتي كل الناس بتخاف تقول عن شعورها وعن بتحب وما بتحب ومنقول الاشياء البشعة ما منعرف نقول الاشياء الحلوة منقول شعورنا السلبي ما منعرف نقول شعورنا الاجابة فلاقيت انه انه اذا دريت انا عنك حبي شو بيصير شو بيصير انه بيأزي اكتر ما بيفيد والغنية حلوة صح اكيد فلاقيت انه مناسبة ورح نسمع الغنية بالحديث عن الغنية او فيه موسيقى معينة رح ترافق المسرحية لا فيه ضربة موسيقى بس بالاخر ايه فيه فيه يعني فيه موسيقى بكرة الالاقي زيك فانيا عالي بتذكر كمان بس كملنا زابطة على مية والمية على التام اوكي اجمالا كيف بدقول مش النزاع او الحرتقات بتكون بين الكنة والحمى لا انت نقيتها يكونوا الاثنان الحمارات لا لانه لانه البنة عندها قصة يعني عندها قصة اوكي وكل ام يعني انا بحب اكتب للجيل نا بحب لانه مزبوط الاساس جمالا بعدين الولاد ما انهم عايشين ما عندهم تراكم خبرة ما في يعني انه كل جيل بديك تحطيله قدي بيعرف يوصل لك الفكرة انه اطفال يعني شو بدون يحكوا بدون يحكوا عن مشكلهم هني اللي هلأ عايشينا ونحن فينا يعني المثلة بعمر العشرين فيها تعطي شي بعمر ثلاثين فيها تعطي شي تاني بالمرة بصير انضج بصير اذا فيها فكرة اعمى بتقدر توصلها بعينها بتطلعتها هذا بسبب تراكم الخبرة ايه وهكذا فا ايه اكيد بعدين هال بيمبون بيني وبين نوال كتير كتير حلو وشخصيتين ما بيشبهوا بعضهم بالمرة يعني هي عاملة شخصية وانا عاملة شخصية تعايدة يلي هي بحبيبي مش اسمير جايبتها معي وهي عاملة شخصية مناقضة لها كتير كتير حلوة يعني المسرح عناصر كتير حكينا عن موسيقى كمان زكرناها من شوي الدكار رولا رح يكون عم بيتغير رح يكون شي كتير مينيماليست شو رح منشوف لا دكار سيبت هو هالسالون يلي قلتلك عطاني الي قرعان خالص هالعجات فالحد دماغ هاي دي كانت مسحة سالون سيبت يعني لا ما في عنا هالقدي انتاج لحتى نقدر يكون عنا مثلاً ديكار متحرك أو انه من هالما يلي شي وبيبرم من هالما يلي شي للأسف لا ما في عنا هالانتاج بس اصلاً المسرح منه بحاجة مش بحاجة ما بدك عناصر بتلهي عين المشاهد العين صحيح حتى بالقلوان يعني واحد بيحط قلوان كتير لا عيش يعني مش لا حتى يضل كل الانتباه على شغل المنظمون تعرفي كتا عم بقلك تحت الهواء انه الحلو يعني قطعت فترة منقول ما في جمهور للمسرح والمسرح باللبنان عم بيعاني هاي الفترة كتير عم نرجع نشوف انه في عالم عم بيروحوا يحضروا مسرحيات وفي كتير مسرحيات كمان برجعوا المسرح اللبناني على الساحة هلأ بدي اقولك انه ما بحياته المسرح اللبناني اختفى من بيروت مظبوط بس هلأ كمية الاعمال الاعمال مع انه للأسف كمية المسارح عم بتخف اصرح بابة لتسكر مؤخرهم من اخر المسارح للأسف بس كمية الاعمال عم بتزيد صحيح هلأ العروض قليلة يعني ما كتير جمعتين ثلاثة اربعة خمسة تخلص المسرحية بس هيدا كمان يمكن بيعطي كمان حركة اكتر بس دايما يعني في ازمة بقصة المواعيد على المسارح لانه بياخدوا من قبل بسنة لحتى يقدروا يحجزوا لانه عن جد في ضغط مسرحيات وفي عنا مسرحيات كتير حلوة اعمال كتير حلوة عم تناعمل مسرح الجميزة أصلا مسرح تقريبا له سنتين او ثلاثة سنين فتح ابوابه لا اكتر انا مش هيدك السنة اللي قبل اتغلت فيه وله انه مسرح نسبيا منقول منيح انه المدرسة كمان فتحت لا هو جوء داح استثمر المسرح بس هيدا خطوة كتير مهمة اكيد اكيد يعني بالنهاية انفستننت قام فيه بس انه عم تشوف قداش عم بيكون فيه اعمال نسبيا الجديد مقارنة عن باقي المسارح لازم لنا مسيحات ثقافية وهو شاب مثقف وفنان مخرج وممثل يعني على القليل يروح باتجاه هالمهنة تبعيته اللي هو اختارها وهيدا اللي عملو مشكور عليه طيب رولا قداش كمان عم نشوف تجارب مثل ويركشوبس اتوليهات معينة كمان شباب وصبايا البنانية هنه عم بيقوموا فيهن وكل فترة كمان عم بيقدموا مظبوط مثل شاديزين باتريسيا نامور وغيرهم يعني عم بيقوموا كمان بهالمبادرات مظبوط جوليان برجايلي صح جوليان كمان فيه بعد مظبوط وهيدا شي كتير منيح لاني انا بضلني اقلن التمثيل لما الواحد بيعمل ويركشوب مش ليطلع مثل لوسيان برجايلي لوسيان عفوا عبقول انا فيه غالطة اللحن مش ظابت انه اللي بيروح يعمل ويركشوب تمثيل مش بالضروري لانه مثل او بده يصير مثل لا التمثيل بيعطي ثقة بالنفس بيصير الواحد يعرف يستعمل صوته جسمه تطلياته كيف بده يعبر شو اللي الفكرة اللي بده يوصلها باقل كلام ممكن بالتعابير اللي مفروضة يعني بتفيد وبعدين نحنا منستفيد بيصير عنا مشاهدين بيعرفوا نحنا شو منعاني او شو منعمل او كيف منوصل العمل لهون فبيصير عندهم عين بتعرف تفرق بين الاشياء مهم كتير مثل ما الفي كمان هو شي يعني علاج فيه علاج بالدراما ايه اكيد اكيد عيد زينا دكيش بتعمله مصبوط بالسجن ايه انه اكيد اكيد هو علاج انا عطيت ابني ورفعاته ثلاث سنين مسرح كانوا كتير صغار ما بقدر قلليك قديش بيتغير الولد انا فيه ولد كان ما يحكي جبته امه لانه ما بيحكي انتروفرتية يعني كله هي صرت انه يا جورج سكوت ما بقى خليني انا احكي انه جبتك امك لتحكي طواشتني يا زلمة سكوت هيك بتشوفي دغري تغير بالولد بينفتح لانه الولد طبعا بريء اكتر من الكبار الكبار عندهم اكتر همومة فيمكن الايقاع تبعولهم بيكون ابطأ الولد دغري دغري بتلاقي النتيجة على الولد بتلاقي المعلومات هلا اكيد مشغولة كتير بالمسرحية رولا بس عم بتحضري فيه مشاريع كمان هلا اشياء لرمضان تعودنا نشوفك فيه فيه بس بعد ما لحقت لا اقرأ ولا في شي اكيد فبفضل ما احكي عن مشروع ما في شي اكيد فيه لانه ممكن انه صح على اخر لحظة ايه يصير شي ونكون عم نقذي حدا مش نحنا بها الوارد نحنا بنرجع لكينا نذكر كل المشاهدين لو داريت عنك حبي ولو ولو داريت مانا هيا فوقات رفيدة الصحة الغنية بفينا عمل مسرح جديد بتنطلق العروض بتسعة عشر تشرين الاول على خشبة مسرح الجميزة بمدرسة الساكركر بمدرسة الفرير الفرير اوكي اوكي رولا حميدة منتمنى لكم كل التوفيق انت كله اكيب لها المسرحية اذا فينا نخطم نرجع بالتريلر لانه هايدا لانه فينا كتير عن المسرحية نرجع هاكي كمان منخطم فيها شكرا للكون وصباح الخير لكل اللي حضرونا وتابعونا اهلا وسهلا وكل التوفيق ودايما نحن نشوف حالنا كمان باعمالك اللي بتقدميه الله يخليك اهلا وسهلا نحن رح نخطم بالتريلر وبكرا اكيد حلقة جديدة بتمام الساعة سبعة ونص باي ولو داريت عنك حبي تفتحني عيني بها ولو داريت عنك حبي عمسرح الجميزة ابتداء من 19 تشرين لأول البطاقات بمكتب تانطوان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر